نواصل في هذا الفيديو مع شرح طريقة المحاكاة باستعمال برنامج Solidworks بعدما رأينا كيف نحدد المادة المستعملة في هذه القطعة وتحديد الفيكسشورز ثم تحديد الأحمال الخارجية نمر الآن إلى الخطوة الأهم وهي المش ماذا يعني المش؟ طبعا باختصار شديد هذه المحاكاة يستعمل فيها ما يسمى بالFinance Element Modeling النمذجة بالقطع المتناهية الصغر يعني يتم تجزئة هذا الصرد إلى آلاف أو ملايين أو مليارات القطع المتناهية في الصغر الملتصقة بعضها في بعض التي في النهاية تكون هذا الصرد وهذا الشكل ثم يتم الحساب آليا باستعمال الحسب الآلي وباستعمال البرنامج نفسه الحساب بكل قطعة صغيرة لحالها ثم يتم إخراج النتائج طبعا هذا كلام عام وكلام نظري لا يمكن أن نفهمه إلا بالإيش إلا بلما نشوف التقسيم هذا تقسيم لأجزاء عيانا يعني خلينا نمر إلى الخطوة هذه نضغط ريت كليك على مش ثم نعمل كرييت مش بتجينا في العليسار هنا تحديد المش هذا يكون كورس أو فاين يعني صغير أو كبير خليها زي ما هي ونعمل تيك أوكي أتوقع الآن المسألة أوضح شايفين القطعة كيف صارت مقسمة إلى أجزاء صغيرة على حسب حجم هذه القطعة المتناهية يكون عددها أما عدد عالي جدا أو عدد صغير وكل ما زاد كل ما صارت القطعة أصغر هذه الإليمنتس كل ما صارت عددها أعلى وكل ما صارت الحسابات تحتاج وقت أكثر طبعا هذا ميذال صغير لا يحتاج منه وقت كبير في الحسابات على طول راح يطلع النتيجة البرنامج راح يطلع النتيجة هذه طريقة الفايننت إليمنت تستعمل للنمذج السريع وللمحاكاة السيميليشن السيميليشن هي من أهداف أو من تطبيقات هذا البرنامج بعد ما خلصنا المش طبعا على طول نروح نعمل save نحفظ الملف بعد ما طلعنا المش نروح نطلع النتائج نجي على part 2 هنا ونعمل run على طول طلعت النتائج بسرعة هذه النتائج لو شايفين results هنا على اليسار معانا stress one displacement one strain one يعني one هي نسبة للstudy اللي هي study number one هنا فبيطلع لنا نتائج بخصوص الإجهاد بيطلع لنا نتائج بخصوص displacement تحرك الحركة ويطلع لنا نتائج بخصوص الاسترين اللي هو الإجهاد ثلاث أنواع من النتائج يمكن دراستها وهنا بشوفنا حتى أنه deformate result ممكن حتى نخليها يعني not deformate تمام وبي ديفولت يطلع لنا نتيجة بي ديفولت اللي هي باسكال نيوتن على متر تربيع اللي هي واحد من الفيليور كريتيريا موسيقى